وخلال لقائه مع رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن عرب رئيس السيسي عن التقدير والمواد التي تكنها مصر قيادة وشعبا للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين كما جدد الرئيس السيسي تأكيده على ثبات دعم مصر للقيادة والحكومة في تونس في اتخاذ أي اجراءات كفيلة بالحفاظ على كيان الدولة التونسية وتحقيق الاستقرار في البلاد مع التشديد على ثقة مصر في قدرة السلطة التونسية بقيادة الرئيس قيس سعيد على عبور المرحلة الدقيقة الراهنة إلى مستقبل يلبي تطلعات الشعب التونسي الشقيق من جهتها أكدت رئيسة الوزراء التونسية اعتزاز بلادها بالروابط المتينة والممتدة التي تجمع بين الدولتين على المستويين الرسمية والشعبية وحرص الجانب التونسي على استمرار وطيرة التشاور والتنصيق الدوري والمكثف بين البلدين الشقيقين معربة عن التقدير لجهود مصر الداعمة لشأن التونسي ودورها في صون الأمن والاستقرار الإقليميين وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسات الجمهورية أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة خاصة ما يتعلق بتيسير حركة التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات البينية كما شهدت المباحثات تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا حيث تم التوافق بشكل كثيف للتنصيق المشترك في هذا الإطار لدعم كافة الجهود الرامية لاستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية ترجمة نانسي قنقر